موسيقى صباح الخير فعلاً إنها قمة المفاجأات فالقمة العربية الـ 32 ما كانت بتشبه أي قمة عربية تانية فإضافة إلى الترحيب العربي بالعودة السورية إلى حضن الجامعة إضافة أيضاً إلى التشديد على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان كان الرئيس الأوكراني فولودامير زيلنسكي ورئيس السوري بشار الأسد نجمي هيد القمة ولكن الأمور ما بتخلى من قصص مش كتير بمحلة فقد انتشر فيديو لوزير الخارجي بحكومة تصريف الأعمال عبدالله أبو حبيب وهو عم بيعلق بطريقة غير لائقة وكان عم يحكي رئيس الحكومة نجيب مياتي وأيضاً وزير الخارجي السوري اللي كان عم يكل في استق وكأنه كلمة الرئيس مياتي ما بتهم للجانب اللبناني ولا الجانب السوري هيدا على الصعيد الأقليمي أما على الصعيد المحلي فقد شهدت الساحة اللبنانية بعض الأحداث يوم أمس أبرزها كان إصدار الأنتر بول لمذكر التوقيف بحك حاكم مصرف لبنان رياض سليمة ورد وزير الداخلية بالقول أن الجهة اللبنانية ستنفذ قرار الأنتر بول إذا قرر القضاء اللبناني ذلك أحداث كثيرة صارت مبارح والعنوين العريضة للصحف المحلية والعربية والعالمية متنوعة رح منشوفها سوا بهذه الحلقة من بريس ريفيو لليوم السبت عشرين أيار الفين وثلاثة وعشرين كما أنه بينضم لألنا الصحفي والمحلل السياسي وجد العريضة طي يعطينا معلومات إضافية عن الكمة العربية اللي كانت محور المقال الصادر بإسمه بجريدة النهار بالإضافة طبعاً لفقراتنا المعتادة البداية بفقرة اليوم في التاريخ بمثل أيضاً نهار من العام 2007 دارت اشتباكات بين الجيش اللبناني ومجموعة فتح الإسلام في طرابلس وفي عدد من مناطق شمال لبنان وذلك بعد قيام الجيش بمحاولة إلقاء القبض على أفراد من المنظمة اتهموا بسرقة أحد البنوك وأدى ذلك إلى قيام مصادمات بين الجيش وأفراد المجموعة ومنبدأ حلقتنا والبداية مع صحيفة النهار وأبرز عنوين النهار لبنان في القمة فقرة باهتة للحوار والرئاسة مصير الحاكم بعد النشر الحمراء يزداد تعقيداً كتبت النهار ميقاتي يبرز في قمة جدة عدم يبرز عدم قدرة لبنان على تحمل أزمة النازحين ويتمنى الرعاية السعودية لبنان تسلم مذكرة الأنتر بول واجتماع وزاري موسع الاثنين للبحث في ملف سليمي أعلان جدة يؤكد مركزية فلسطين ويرحب بعودة سوريا الضربات الجوية تنهالوا على الخرطوم مع إقالة حميدة من مجلس السيادة بايدن يدعم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات وفي الصفحات الداخلية للنهار نقرأ المذكرة لبنان تسلم مذكرة الأنتر بول لتوقيف سليمي إذن قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لرويترز إن لبنان تسلم مذكرة اعتقال من منظمة الشرطة الدولية الأنتر بول بحاكم مصرف لبنان رياض سليمي وقال إن طلب الأنتر بول باعتقال رياض سليمي موضوع نقاش جدي من قبل السلطات وعبر الحدث طالب مولبي سليمي بالاستقالة وقد حولت وزارة الداخلية المذكرة على القضاء المختص وطبعا حسب قرار القضاء سينفذ الأمر وزير الداخلية المواضيع الداخلية وحتى الصفحات الأولى بالصحف طبعا كان الموضوع الأبرز فيه القمة العربية الأمس بجدة وطبعا موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ومذكرة التوقيف بحقه في هذا الإطار كتبت سابين عويس الدولة تحضر الخروج الآمن لسليمي خوفا مما يعرفه أو حرصا على نفسها في هذا المقال تتحدث عويس عن أن ما كان بالأمس مستحيلا بات اليوم واقع بدأ إذن مسار قضائي وسياسي لإنهاء ثلاثة عقود من حكم سليمي وتقول أنه من المبكر الحديث عن انتهاء ولاية الحاكم قبل شهرين لكن كما يبدو فإن مذكرة الأنتربول التي تسلمها لبنان تشير إلى أن صفحة الحاكمية إلى الطي وتشرح عويس أنه في الشكل الموضوع بات في عهدة القضاء اللبناني الذي قد يستغرق أكثر من شهرين لإصدار حكمه تكون انتهت ولاية الحاكم وبحسب عويس القرار سياسي والأهم أن المعلومات بحسب ما تقول أن نائب الحاكم قد يستقيل لعدم تحمل أعباء الحاكمية وبحسب المقال فإن الحاكم لن يستقيل وقد أخذت أخذ جرعة دعم أمريكية كما من غير المتحمسين لاستقالته وهو يعتبر أن مجابات الاستقالة لا تنطبق عليه والحالة الوحيدة هي انتخاب رئيس ومعه حاكم جديد أو تعيين حاكم في مجلس الوزراء وهذا يحتاج إلى إجماع مسيحي إذا إذن تقول عويس لا حل لا بتسلم نائب الحاكم ولكن ماذا لو استقال في حال تم تسليم نائب الحاكم فهل يتسلم الحاكم الثاني وتختم بالقول إن الملف لن يقفل في شهرين وسيطرق تطور جديد يتمثل بالمعلومات الواردة عن صدور التقرير الأول للتدقيق الجنائي في الحسابات ولا يعرف ما إذا كان سيصب في مصلحة الحاكم أو يدينه لكن الأكيد أن المسار بدأ وأن السلطات اللبنانية لا يمكنها تجاهل الوقع أو الاستدعاءات وهو ما أعلنه وزير داخلية بسام مولوي عندما أكد أن الحكومة تسلم الطرب الأنتربول وأن لبنان سينفذ طلبه باعتقاله إذا عرف محل أو مكان إقامته ومن مقال سابينة عويس ننتقل إلى المقال بقلم وجدي العريض لبنان من اللقاء الخمسي إلى قمة جدة يترقب التسوية صباح الخير أستاذ وجدي صباح النور برماء لكم مشاهدين كرام هل يولد الحل اللبناني من قمة جدة حتى ولو لم تتطرق بشكل فعلا لافت جدا للبنان أو يكون من خلال اللقاء الخماسي الذي سيتبنى البند المتعلق بلبنان الذي ورد في البيان الختامي بداية من الطبيعي أنه ما بعد قمة جدة ليس كما قبلها على كافة المستوية اللبنانية والعربية والدولية هي كانت قمة عربية ذات حضور إقليمي دولي وبالتالي من أرقى القمة التي حصلت حتى الآن من خلال الهدوء وغياد الخلافات ولكن بالنسبة للموضوع اللبناني وما أشارت إليه لبنان من اللقاء الخماسي إلى قمة جدة يترقى بالتسوية لا شك أنه ليس هناك من انتخاب رئيس إلا من ضمن التسوية والتسوية الشاملة واللافت في هذا البند الذي تطرقت إليه القمة هو انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة لأن معلوماتي ومعطياتي أنه في أروقة الجامعة العربية حصلت لقاءات عديدة لم يشار إليها بالإعلام كفاية ولكن اختقيته من البعض متواجب في جدة أن لقاء حصل مع السفير حسن ذكي مساعد الأمين العام للجامعة العربية والمولد بالمولد في اللبناني وأيضا المعلومات تشير إلى أن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيت قد يزور لبنان الأسبوع المقبل لمتابعة أعمال القمة وما تطرقت إليه حول هذا الملف أي التسوية لسيما أن هناك لقاء خماسي لكن القمة التي حصلت في جبدة ومن خلال البيان الذي حصل وإعلان البند المتعلق بلبنان فذلك يدل على أن طريق التسوية فتحت ولكن المخاوف والقلق هو في الداخل لبناني من خلال هذا الانقسام السياسي هذه المنظومة السياسية لم تتمكن على الإطلاق من الوصول إلى حل لذلك التسوية آتية وهناك لقاءات ستحصل بعد القمة ونعول عليها كثيرا لأنه لم ينتخب رئيس لبنان منذ الاستقلال اليوم إلا من خلال التسوية فكيف في هذه الأوضاع الحالية في لبنان الانقسام السياسي انهيار الاقتصادي والمخاوف هل صحيح أنه الأجواء العربية والخليجية اللي كانت محيطة أيضا بالقمة كانت تقول أنه ترف الوقت لم يعد موجودا وأن الأكتاب العرب لن يراعوا خواتر القيادات اللبنانية بعد الآن نظرا لضرورة إنهاء الشغور وأن من سيدخل في لعبة العرقلة سيدفع الثمن نعم هذا ما قاله لي مصدر خليجي رفيع ومتابع لأعمال القمة ومعنى بالملاد اللبناني قال لي حرفيا أن ترف الوقت انتهى ليس هناك من مجال للمناورات السياسية والعرقلة والتعطيل وكل من يعطل الملف اللبناني وانتخاب الرئيس والتسوير سيدفع الثمن ولن ندفع سنتا واحدا قرشا واحدا للبنان بعد الآن الماضي مضى هناك مرحلة جديدة هناك مواكبة ومراقبة لكل ما يتصل بالوضع اللبناني بسلع نحن سيكون لنا ودائع مالية من قبل المملكة العربية السعودية على غرار ما دفعته في السودان في مصر في اليمن في تركيا في دول كثيرة لكن بالنسبة لبنان ليس هناك من أي وديعة مالية أو مساعدات من الدول المانحة قبل أن تحصل التسوية وتنطلق العملية الأصلاحية البنيوية المالية والإدارية هناك مراقبة حتيثة لذلك لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت في هذه المرحلة لسيما أننا مقبلون سريعا على خريف الاستحقاقات الصحية والتربوية وفي ذلك المهيار يتخطى الوضع الحالي لذلك أعتقد أنه خلال منتصف حزيران المقبل وربما آخره سيكون هناك رئيس للبنان وحكومة وانطلاق العملية الإصلاحية وإلا على الدنيا السلام هذا ما قلق لي مصدر خليجي هل يمكن القول أن الاهتمام الذي حضي به لبنان في القمة أو الغطاء السعودي والخليج يمكن وصفه بأنه أهم من اتفاق الدوحة والمرحلة أضاق نعم ما يحصل اليوم هو أكبر من تسوية الدوحة ويلامس الطائف لأنه خلال تسوية الدوحة كان هناك وضع اقتصادي سليم لم تكن الأمور على ما هي عليه اليوم لبنان انهارة لم يعد هناك من المؤسسات من مرافق الدولة الوضع المالي ما يحيط بحاكم مصرف لبنان ما يحيط بالمصارف كل الدولة انهارت وتحللت وترهلت لذلك نحن مقبلون على تسوية تلامس الطائف بحجمها ولهذه الغاية هناك اهتمام سعودي وأعتقد ومعلوماتي أيضا أن اللقاءات التي حصلت والتي قام بها السفير السعودي في لبنان وقليد بخاري حمل حصياتها إلى المملكة العربية السعودية وكانت في متناول المسؤولين على الملاد في لبنان ونحن سنشهد الأسبوع المقبل حركة مماثلة للسفير بخاري واتصالات على أعلى المستويات ستتوّج باللقاء الخماسي وصولا إلى ما أشرت إلى سدرية الحديد نوقع وصول أمين عام الجامعة العربية أحمد عبد الغاية إلى لبنان لمتابعة بحفة البند المتعلق بالملفة اللبناني أي إعلان جدة نعم شكرا لك وجدي العريض ونتابع أيضا مع صحيفة اللواء وأبرز العنوين الصادرة لليوم في اللواء أعلان جدة تلازم الأمن والتنمية لتحقيق طموحات الشعوب العربية أيضا لبنان تحاول لرئيس يرضي اللبنانيين المدعي الفرنسي يؤكد مذكرة التوقيف ولبنان لن يتعامل مع إشارة الأنتربول وسلم يستأنف قادة السبعة عقوبات مشددة على روسيا وتقليص التجارة مع الصين في الصفحات الداخلية لللواء نرى ماذا ورد في هامس وفقا لمعلومات مصادر وزارية فإن وضعية حاكم مصرف لبنان تلقي بثقلها على المسؤولين لسيما لجهة ما بعدها تردد أن التواصل بين حزب بارز وتيار حليف سابقا يجري بعيدا عن الأضواء ولن يكشف ما لم تحدث حلحلة مباشرة تضغط دولة أوروبية على شخصيات معروفة لعدم كسر هيبة القضاء فيها في مسألة حساسة ونبقى في اللواء التوافق مفتاح الخروج من الأزمة وإلا يبقى الفراغ هو الرئيس بحسب ما كتب أنتوان الأسمر في هذا المقال يقول أنه ينتظر أو ينتظر أن تعود الحيوية إلى الملف الرئاسي بعد القمة العربية وكان الخارج واضح بأن المعبر اللبناني للعودة إلى النظام العالمي يكمن في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بإلحاح ومن ثم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودون هذين الأمرين لن تكون العودة ميسرة ولن يمد أحد يد المساعدة إلى لبنان وهذه المرة يقول الأمر متروك يعني الخارج ترك الداخل ليحل مشاكله فتها والوضع الاقتصادي ولم يقتنع أصحاب الحل والربط أن المبادرة المحلية لانتخاب الرئيس العتيد هي نقطة انطلاق لأي حل وهي بالمصافي نفسها لأي مبادرة خارجية لا بل تفوقها أهمية بحسب ما يقول الأسمر وفعليتها لأن الخارج لن يتورد في أي مغامرة لبنانية قد تكون غير محسوبة ورأى أن المعارضة لم تقتنع بعد بأن المواجهة هي الوصفة المثالية لإفشال انتخاب الرئيس وإلى ذلك الحين إلى أن يهتدي المواجهون والممانعون فإن الفراغ سيكون هو الرئيس ومن صحيفة اللواء سنتوقف مع أول بريك بحلتنا اشتركوا في القناة ومن تابع كراءة عنوين الصحف وننتقل إلى صحيفة نداء الوطن أعلان جدة يندد بأي قوة مسلحة خارج الشرعية بن سلمان يفاجئ العالم بزيلنسكي رسائل إلى روسيا وسوريا وإيران أيضا في العنوين كرة نار إقالة سلمة تتدحرج إلى حضن بره بكين تعرض تعاون أمنيا ودفاعيا على دول آسيا الوسطى وطبعا نشوف موضوع مجموعة السبع بايدن يعبد الطريق أمام تسليم F16 لكييف وفي الصفحات الداخلية لنداء الوطن نرى ماذا ورد في خفايا إذن ننتقل إلى بعض العنوين الداخلية باسيل وآخر أوراق والعقوبات ثالثهما العقوبات الأوروبية لا يعول عليها العصى الرئاسية أمريكية وأيضا حسب ما كتب توني فرانسيس زيلنسكي نجم قمة جدة ومن صحيفة نداء الوطن منتبع مع أهم العنوين الصادرة في الأخبار مفوضية اللاجئين داتا نازحين مقابل إقامات لبنان في جدة تكريس الحياة العربي ومنشوف بصورة الرئيس الأسد عودة رجل شجع ومن الأخبار إلى أبرز عنوين الديار ترحيب عربي بعودة سوريا إلى الجامعة ودعوة للإسراع في انتخاب رئيس للبنان قضية الحاكم سليم عند النيابة العامة التمييزية فماذا سيقرر القضاء اللبناني قمة العودة عربية بنكهة عالمية الأسد وزيلنسكي نجم جدة بن سلمان لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات والأسد فرصة تاريخية لترتيب أوضاعنا وسوريا قلب العروبة أيضا مسيرة الأعلام تابع واشنطن تدين هتفات الموت للعرب وفي بعض العنوين العربية والإقليمية عفيف النشاط العسكري الأحد بالجنوب عينة عن قدرات المقاومة وجاهزيتها للدفاع عن لبنان سفير إيران الاستكبار العالمي يخدع الدول بالوعود الاقتصادية الزائفة مقابل التخلي عن قدراتها العسكرية راكل خارج وكلتشدار أوغلو يعيد ترتيب تحالفاته السبع تفرض عقوبات على روسيا وفاغنر لموعد لسقوط بخموت وننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط جدة طي الصراعات وأطلالة أوكرانية أيضا البرهان يزيح حميدة ميناء السيادي السوداني مواجهات عنيفة في القدس وجرحة ومع هذه العنوين في الشرق الأوسط نكون وصلنا اشتركوا في القناة ومنتبع مع الصحف العالمية ومنشوف الموضوع الأوكراني والروسي عم يرجع يتصدر الصفحات الرئيسية بالصحف العالمية لموضع عنوان التسليم مقاتلات F-16 إلى أوكرانيا على الرغم من موافقة الولايات المتحدة لا يزال الطريق طويلا وننتقل إلى صحيفة لوفيغارو الحرب في أوكرانيا أيضا هو الموضوع الأبرز زيلنسكي يشيد بالقرار الأمريكي التاريخي لتمهيد الطريق لتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 وإلى The Guardian وبعدنا بنفس الموضوع الولايات المتحدة تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات المقاتلة ومن The Guardian إلى The Washington Post رضوخا للضغط بايدن يسهل أعطاء طائرات F-16 لأوكرانيا وإلى صحيفة The New York Times وبعدنا بالملف نفسه زيلنسكي القوي يتجه إلى اجتماع مجموعة السبع بحثا عن المزيد من المساعدات ومن الصحف العالمية عودة إلى كاريكاتور الصحف المحلية ونشوف الكاريكاتور الصادر باللواء طبعا من وحي بيان القمة العربية ومع هيدا الكاريكاتور منكم وصلنا لنهاية حلقتنا موعدنا بتجدد صباح الاثنين وبتلاقيكم الزاميلي نادين كفوري بنشرة الساعة 8 الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة